إذا خلينا بهذا الفيديو أنه نعمل مقارنة ما بين تصميم برو كون مع أحد البرامج الثانية على سبيل المثال ETAB, SAV, STAD Pro أي برنامج هندسي آخر فعلى هذا الأساس أنا راح بدي أستخدم برنامج ETAB لسهولة العمل وسهولة الحصول على النتائج فرح بدي أعمل model جديد وليكن بنفس الإعدادات للسرعة العمل طبعا وحبدي أختارها على أساس يكون عندي إيش مثلا يكون flat slab with parameter beams فكعدادات افتراضية أتركها مثل ما هي موجودة عندي بدون أي تغيير لكن live load راح أبدأ أقلي لأخلي ثلاثة وبالنسبة لل dead load أخلي 1.5 ثم مع ذلك أوكي طبعا اللي أحتاجه بهذه العملية هي design info الخاصة في ال beam يعني فعمل run عليه بشكل مباشر وخلينا استبدل بهذا project ثم على ذلك أبدأ أعمله design خليك ملعدنا التحليل فأبدأ أتجي هنا على design وقل هنا كان كاريت frame design طبعا راح أبدأ أستخدم ال ACI code فأقل هنا start design and check فالآن مثل ما تلاحظ أنه مقدار ال beam تقريبا أنه 540 مثل ما تلاحظه الآن أمامك فخلينا أرجع على story 1 حتى يكون عندي واضح ال info الخاصة في التصميم طبعا لما تضغط عليها راح يبدي أعرضها بهذا الشكل لكن أنا أستطيع أن أقوم بعارض معلومات ال beam فأقل هنا كان كاريت frame design وأقل هنا display the beam design فقط لل beam ثم ذلك اوكي الآن مثل ما تلاحظ هذه ال info الخاصة في تصميم ال beam ورح أبدأ أختار على سبيل المثال هذا ال beam اللي موجود عندي هنا هذا ال beam اوكي أنقرع عليه click amen ورح يبدأ يعطيك ال info مثل ما تلاحظ هذا ال beam هو عبارة عن T-section beam T-section beam مثل ما تلاحظه الآن أمامك مقدار المومنت اللي موجود فيه هو أعلى moment موجود هو سالب 83 هذا reinforcement الخاص فيه فتنزل للأسفر راح تشوف عندك الشير الشير الموجود مثل على 88 وأيضا بالنسبة لل reinforcement الخاص فيه هذا يعطيه مقدار ASV على S required ثم بعد ذلك عندك Tertion Diagram مثل ما تلاحظه الآن أمامك هنا فكل ال info اللي يحتاجه هي موجودة عندي هنا لن أرجع على Concurry section design multi داخل برنامج Procon وأبدي أنا هنا مثل ما تلاحظه الآن داخل ACI code مثل ما تلاحظه الآن أمامك فأوكي أبدي أخلي بهذه الصورة وأبدي أخذ الإنفو والإنفو هنا عند يأخذ Moment و Tertion و Share فأول شيء أبدي أخذ Moment و Tertion و Share بطبيعة الحال فالآن بالنسبة لي المومنت فعلى Moment موجود عدي يمكن أعرض المومنت من خلال إيش؟ من خلال الإنفو اللي خاصة في برنامج ETABS لكن باعتباره هو مضمنها ك Moment Diagram Design فيمكن أخذها بشكل مباشر ما في أي مشكلة فعندي هنا أنا ثمانية وثلاثين قل لهنا ثمانية وثلاثين Enter ثم مع ذلك عندي التورشن فمقدار التورشن في الأسفل هو مقدار أعلى شيء هو 23 فقل لهنا 23 Enter ومقدار الشير مثل ما تلاحظه الآن أمامك الشير هذا شير Diagram إنه على قيمة الشير هي مقداره A88 أوكي الأرجع على الإنفو الخاصة في الشكل أوكي في السكشن طبعا بالنسبة للB الآن هي 300 أوكي بالنسبة للTotal Height اللي موجود عندي اللي هو 600 الآن بالنسبة للBF اللي هو Flange With العرض الخاص في الBF فهو مقداره 800 ثم بعد ذلك آخر شيء اللي هو مقدار Thickness أو Flange Height اللي هو الHF اللي هو مقداره 200 مثل ما تلاحظه الآن عندك في المخطط الكفر To Center هو 60 على الكل طبعا وبالنسبة للF'C هي مقدارها 27.5 الآن بالنسبة للFY والFYV في مقدارها 413 أوكي بالنسبة لكلهما وهذا بالنسبة لآخر براميتر نخلي الزيره أنه ما رح يبدي أثر عندنا في التصميم كثيرا أوكي هذي كل الانفو اللي موجودة أنا ترجعنا على Design وأشوف عندي كمية حديد التسليح فالآن مثل ما تلاحظ أنه كمية حديد التسليح عندي 413 سيكوير ميرا مثل ما تلاحظه الآن أمامك داخل برنامج Procon على كل الانفو اللي أنا أعطيتها أنا ما أعطيتها 100% في بوينتات يعني Cancelتها ف413 لكن هنا اللي موجود عندي اللي هو مقدارة 540 في فرق؟ نعم في فرق السبب يعود إلى الأحمال اللي موجود يعني أنا هذه أحمال هي أحمال تصميم مثل ما تلاحظه الآن أمامك أعتقد أننا احنا أخذنا 83 على قيمة خاصة في إيش؟ خاصة في المومد فالآن خلينا نتأكد من هذا الكلام أنه نقوم بعارض احنا أخذنا لهذا البيم طبعا فخلينا أعرض بالنسبة لل Combination أعرض الدايقرام الخاص فيه بشكل مباشر وليس اللي يأخذه هو من التصميم بطبيعة الحال فأوكي أرجع هنا وأقل له هنا Compo وأبدي أختار S2 ك Ultimate ثم على ذلك أقل له أعرض للمومنت ثم على ذلك أبدي أخذ على هذا وأبدي أعرض أعلى قيم مثل ما تلاحظ أنه أعلى قيمة موجودة لدي بالنسبة للشير ثمانية وثمانين وبالنسبة للمومنت ثلاثة وثمانين ومثل ما تلاحظ له أمامك اللي دخلناه إحنا بالفعل لو ترجع هنا على ال Input ثمانية وثمانية وثلاثة وثمانية اللي هو أخذها يعني بالفعل أخذها من التصميم وبالنسبة للتورشين فلو ترجع هنا وتقوم بعرض التورشين وأتبدي تدخل على ال Info راح تشوف أنه على قيمة للتورشين هي مقدارة كم 23.5 واللي دخلناه إحنا بالفعل هو 23.5 إذن كديزاين هو 413 سيكور ميتر كأي مانيموم موجودة عندي اللي هي 549 لذلك هو بالفعل راح يبدي أخذ 549 على مقدار 540 أوكي كأي مانيموم والتالي هو راح يبدي أخذ الأي مانيموم ما راح يبدي أخذ لك الأولى لأنه حسب الكود اللي موجود عندنا فلذلك برنامج ETABS هو عرض لك الأي مانيموم يعني ما أخذ لك هي ما أراد لك طبعا التفاصيل الخاصة في ال Calculation لكن هو بالفعل أخذ عندك الأي مانيموم ولكن زود فيه يعني هي مقدارة 540 الآن إحنا عندنا 500 الآن هي 549 هو جعلها يعني 540 هلنرجع نقوم بعرض ال Info الخاصة في ال Beam فا أوكي هنا كان Create هذا عندنا Beam قل له أوكي ونرجع عليه وثم عذلك نزل الأسفل إنه مقدار reinforcement اللي موجود عندي هنا 540 طبعا برنامج ETABS دائما ما يبدي إنه ياخد تقريب الأرقام العشرية يعني 540 لكن هنا أنا أعطاني مثل ما موجوده إنه 549 أوكي 549 وتسعة وأربعين هي مقدار الأي مانيموم فتقريبا الآن الفرق ما بين برنامج ETABS وبين برنامج بروكون هو تسعة تسعة سيكوير مليميتر وطبعا هذا لا شيء نعتبر إنه في تطابق تكامل يعني للتطابق ما بين تصميم في برنامج ETABS وبرنامج بروكون لهذا النموذج اللي إحنا طبقنا عليه مثل ما تلاحظه هذا البيم اللي موجود عندك بنفس التفاصيل اللي موجوده عندي وبنفس الماتيريالز برابرتيز وبنفس اللود أيضا برابرتيز فكل شيء تمام عندنا يمكن تطبق هذا طبعا الكلام نفسي تفيع برنامج آخر وتبدأ تقارن النتائج طبعا البرنامج بروكون ما راح يكون في مجال الخطأ لماذا راح يكون في مجال الخطأ لأن باعتبارك انت خلاص انت معطي Inputs وعندك Outputs فما في مجال الخطأ أوكي لكن في البرامج اللي هي تحتمد عندك على النمط النمذجة الشاملة يمكن ان يكون عندك مجال الخطأ كيف يكون عندك مجال الخطأ يمكن انه يكون بسبب النمذجة وبعض الخصائص اللي هي يمكن انه تعطيها انت الى النمذجة يعني على سبيل المثال خلينا نقوم في اجراء بسيط جدا لو ترجح هنا على هذا البيم اللي احنا قمنا باستعراض النتائج مالته أوكي هذا هو البيم أوكي I think فترجح هنا على الانفو فهو Conqueries Beam 1 ارجح هنا على الSection Properties Frame Section وارجح على الConqueries Beam وعمل عليه Modify كان المفروض من عندنا انه هذا أوكي هذا T-Section لكن كModifiers بالنسبة للبيم انه المومت انيرشي about 2 اكسز و 3 اكسز يكون هو بمقدار 0.35 وهذا حسب الكود أوكي هو ما راح يبدي يغير كثيرا في التصميم لكنه تعطيه نتائج فالTortion يمكن انه نلغي حاليا أو خليه يكون موجود ما فيه مشكلة باحتبار اخذا بنظر الاحتبار فالان المومت انيرشي about 2 اكسز أو 3 اكسز هذا اذا راح ناخده بنظر الاحتبار في التصميم أوكي هذا حسب الكود فالان لو تبدي تعمل Run ترجع مرة اخرى تقوم بالتصميم وعرض نتائج التصميم هنشوف الفارق لا مثل ما تلاحظ ما فيه فارق ما غير هو لماذا؟ لان هو هذا المقدار يعني اللود اللي هو اخذ لك أي منموم يعني ما راح يبدي يغير كثيرا في التصميم بطبيعة الحال لذلك هو في كل الاحوار راح ياخذ عندك الأي منموم أوكي بسبب اللود القليل اللي موجود عندنا وطبعا على هذا الاساس نقدر نقول مثل ما قلنا نقدر نقول انه التصميم الان متوافق ما بين برنامج Procon وما بين برنامج E-Tabs